نشرة الأخبار من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم البداية بالحدث بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر وغادر الرئيس الجزائري الصين متجها إلى تركيا أين سيقوم بزيارة عمل يومي الجمعة والسبت يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده مؤهلة لأن تكون قطبا لصناعات السيارات بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي بالنسبة لإفريقيا وقربها من أوروبا الرئيس تبون وفي تصريحات أدلى بها خلال زيارة قام بها إلى مصنع مؤسسة بي واي دي لصناعة سيارات بمقاطعة شينزن الصينية جدد التأكيد على أن الجزائر توفر كل التسهيلات وتمنح مزايا عديدة للمستثمرين الأجانب بما في ذلك مصنع السيارات وتوقف الرئيس تبون والوفد الوزاري المرافق له خلال الزيارة عند مختلف أقسام المؤسسة واستمع إلى شرحات مسؤوليها فيما يخص التكنولوجيات الجديدة المعتمدة في صناعات سيارة الكهربائية كما دع الرئيس الجزائري مسؤولي هواوي إلى زيارة الجزائر وبناء شراكة استراتيجية حقيقية بين الجزائر والصين الرئيس تبون وخلال زيارة قام بها إلى المؤسسة العملاقة في مجال التكنولوجيات الحديثة هواوي بمدينة شينزن ذكر بالتسهيلات المقدمة للمستثمرين لتمكينهم من ولوج السوق الإفريقية والأوروبية من بوابة الجزائر وخلال الزيارة تبادل الرئيس تبون مطولا الحديثة مع مؤسس شركة هواوي رينغ زانغ في مبرزا المزايا والتسهيلات التي توفرها الجزائر للاستثمارات الأجنبية واستمع الرئيس تبون والوفد الوزاري المرافق له إلى عدة عروض تخص مشاريع التكنولوجيات الجديدة لهذه المؤسسة منها عرض حول أنظمة الوقاية والإنذار من مختلف الكوارث كالحرائق والتسريبات وفي هذا الإطار عبر الرئيس تبون عن الاهتمام الذي توليه الجزائر لأنظمة اليقظة الخاصة بالأعطاب التي تصيب مختلف الشبكات وتسربات المياه لإدماجها في المدن الجزائرية الجديدة كما تابع الرئيس تبون عرضا حول التكنولوجيات الحديثة المستعملة في مختلف الصناعات ذات الصلة بقطاع الطاقة مبرزا أهمية مصار الرقمن الذي بشرته الجزائر منذ ثلاث سنوات في القطاع تكف هذا وتوجد زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الصين بترسيم خطوات اقتصادية ملموسة وغير مسبوقة تعكس رغبة البلدين في تعميق شركتهم الاستراتيجية الشاملة بالتوقيع على 31 اتفاقية ومذكرة تفاهم وعقدا استثماريا مست عدة قطاعات حيوية بالتزامن مع عزم بكين ضخ 36 مليار دولار بالجزائر في مشاريع حيوية واستراتيجية إلى عهد جديد تعبر العلاقات الاقتصادية الجزائرية الصينية بعد زيارة تاريخية التي قادت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الصين زيارة توجت بإبرامي 31 اتفاقية ومذكرة تفاهم رسمية وعقود رسمت لاستثمارات مشتركة عملاقة علاقة تاريخية متجزلة بأفاق استراتيجية واعدة ترجمت توقيع البلدين على 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم مست عدة قطاعات حيوية إلى جانب التوقيع على 12 عقدا استثماريا كللت أشغال منتدى الأعمال الجزائري الصيني في مقدمتها استحداث مجلس مشترك للأعمال خطوة ملموسة تدعمت بكشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن نواية استثمارية سينية لذخي 36 مليار دولار في مشاريع عملاقة وضخمة بالجزائر تم الاتفاق بشأنها خلال المحادثات الثنائية التي جمعته مع نظيره الصيني شي جي بينغ خطة استثمارية مشتركة أبدأ عبرها الجانب الصيني رغبته للاستثمار في مشروع ربط منجم غارج بلاد بمدينة بشار جنوبي الجزائر بخط للسكك الحديدية على مسافة ألف كيلومتر ناهيك عن مشروع مماثل يستهدف ربط المشروع المدمج لاستغلال منجم الفصفات شرق الجزائر بميناء اسكيكدا عبر خط للسكك الحديدية على مسافة مائتي كيلومتر بالتزامن مع إبداء بيكين اهتمامها بتوسيع ميناء عن نابا استثمارات ضخمة في البنية التحتية ترفقت مع إعلان الرئيس الصيني عن مشروع لإنجاز مصنع عملاق لإنتاج بطارية الليثيوم بالجزائر كمحطة رئيسية لتحويل البلاد إلى قطب عالمي في صناعة السيارة الكهربائية بين الاتفاقيات والعقود والنواية الاستثمارية توجد زيارة الرئيس تبوني للصين بإصدار قرارات استثنائية وفريدة تعكس الطابع الاستراتيجي والشامل للعلاقات الثنائية بين البلدين على غرار فتح بيكين السوق الصينية أمام السلع الجزائرية بالاستناد على اتفاق مبدئي بين الجانبين يمنح تسهيلات ومزايا للمصدرين الجزائريين إلى جانب موافقة بيكين تكثيف الحركة السياحية الصينية نحو الجزائر باعتبارها أكبر سوق مصدرة للصياح عالميا خطوة ملموسة غير مسبوقة تكرس الجزائر كوجهة رئيسية لثاني أكبر اقتصاد عالمي ورغبة بيكين المتجددة لجعل الجزائر قطبا إقليميا وقاريا في سياق تعزيز حضورها الاقتصادي في إفريقيا إلى ذلك اتفقت الجزائر والصين على استحداث لجنة مشتركة لدراسة تجسيد إنجاز مشروع مدينة بوكزول جنوب العاصمة الجزائرية وفق تصور تكنولوجي على صورة المدن الصينية الجديدة الاشتماع تنائي الذي عقده وزير السكن الجزائري مع نظيره الصينية توجى باتفاق ثاني يتعلق بمراجعة النظام الجزائرية للبناء المضاد للزلازل بهدف تكيفه مع التكنولوجيات الحديثة بإشراف خبراء في إطار لجنة مشتركة في بقية ملفات النشر سجلت الجزائر دروة تاريخية جديدة لاستهلاك الكهرباء بتوازي مع تواصل موجة الحر الشديد التي تجداح البلاد منذ عدة أيام بيان صادر عن مجموعة سنالغاز الجزائرية أوضح أن البلاد سجلت استهلاك أكثر من ثمانية عشر ألفاً وسبعمائة واثنين وسبعين ميجاواط في حدود الساعة الثالثة زوالاً لنهار الخميس ما يمثل مستوى قياسياً غير مسبوق في تاريخ البلاد هذا وحذرت مصالح الأرصاد في الجزائر من موجة حر تصل إلى ثمانية وأربعين درجة عبر سبع وعشرين ولاية يومي الخميس والجمعة موجة حرارة قياسية دفعت كثيراً من الجمعيات والمنظمات لإطلاق مبادرات خيرية للتخفيف من وطأة تدعيات الحالة المناخية المتطرفة هذه عاصمة الجزائر شاشة عرض درجة حرارة التقص فيها تؤشر إلى ثنتين وأربعين درجة مئة درجة ليست اعتيادية بالنسبة لشمال البلاد الذي يتميز فيها الصيف غالباً بالاعتدال لكن صيف 2023 يبدو أنه لن يكون كذلك متطوعون من الهلال الأحمر وشركة مياه جزائرية يوزعون قرورة مياه باردة على المشاة وعلى راكب السيارات مياه ضروي العطشة وتخفف من أذار درجات الحرارة المرتفعة خصوصاً بالنسبة للأشخاص المعرضين لأشعة الشمس تقديم المياه أرفقه المتطوعون بنصائح وقائية لتفادي أضرار الحرارة وضربات الشمس مؤكداً نحن نقدم نصائحها لتجنب ضربات الشمس التي تستدغي الترقيب وشرب كميات كافية من المياه لتفادي وقوع أي ضرر خاصة بالنسبة للعاملين تحت أشعة الشمس في هذه الحرارة العالية مبادرة كهذه لا يمكن إلا أن تترجم الجانب الإنسانية التضامنية والأخوية للجزائريين أثارها الطيبة بدت واضحة على وجه من كانوا في الشوارع وعلى آسنتهم جاء الشكر والاستحسان لأصحاب المبادرة تعكم بديتوا هذا المال الشعب الجزائري تحت في وقتها تحت لكم في الوقت مع السخانة هذه تحت لكم في الوقت إن شاء الله تسيبوه يوم الآخر إن شاء الله في الجنة تسيبوه كفر خيركم إن شاء الله الحمد لله لا لدارونا حاجة يعني ما شاء الله يطيهم الصحة وربي جزيهم بخير إن شاء الله يرجع ارتفاع غير معهود في درجة الحرارة تشهده المدن الجزائرية في هذه الأيام وليس أفضل ملاذا من شواطئ الجزائر وسواحلها التي تمتد على طول 1600 كم وتعتبر الوجهة الأولى خلال أيام الصيف فرارا من موجة الحر التي تشتاح البلاد نبقى في الجزائر حيث أعلنت السلطات أعدة فتح معبر أمطبول الحدودي مع تونس بعد تحكم في الحريق الذي شب داخل تراب التونسي وأكدت ولاية الطارف الجزائرية عودة حركة الدخول والخروج بصفة عادية بعد تحكم في الحريق الذي شب بغابة من لولا منذ الأربعاء الماضي بالقرب من أكبر المعابر الحدودية بين البلدين انطلقت في العاصمة الكونغولية برازافيل الجمعة أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الليبية ويعكف المشاركون في الاجتماع على بلورة تصور النظرية لسياغة مشروع استراتيجي محدد الأهداف بمقاربات ليبية خالصة من برازافيل الكونغولية انطلقت أولى الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المصالحة بين الليبيين برعاية الاتحاد الافريقي على أمل إيجاد تسويات نهائية للقضايا الخلافية بين الفرقاء الليبيين بعد سنوات من التأجيل افتتحت أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامعي للمصالحة الليبية في الكونغو على أن تعقد اجتماعاتها الدورية في ليبيا خلال المرحلة المقبلة أعلن انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية التي ستلتعي مجتماعاتها الدورية في ليبيا خلال الفترة القادمة المجلس الرئاسي الذي حضر الاجتماعات التحضيرية رافع لتفعيل المصالحة وفق تصور ليبي ليبي داعياً أعضاء لجنة التحضيرية للمؤتمر الجامعي لتقديم مقترحات تضمن تنظيم ما وصفه بالحدث الوطني في ليبيا رئيس بعثات الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالباتيلي الذي سجل حضوره خلال الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المصالحة الليبية بتقانية التواصل المرئي عن بعد أكد دعم الهيئة الأممية لأي مبادرة تعيد الاستقرار إلى ليبيا الأمم المتحدة تدعم بصفة مطلقة كل المبادرات في هذا الاتجاه وكافة الجهود الرامية لإعادة الأمن والاستقرار الدائم وإعادة بناء هذا البلد الكبير والجميل طبعاً المهمة عسيرة وتحتاج لكثير من الصبر الاتحاد الإفريقي قوي بالخبرة الثارية والتجربة المتعددة للشعوب الإفريقية فيما يخص مصارات المصالحة في سياق حالة الانقسام الداخلي يشكل انعقدول اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامعي للمصالحة الليبية حدثاً مهماً من شأنه أن يحرك الجمود السائدة على مصارات تسوية الأزمة الليبية في موضوع آخر قالت الجزائر إن اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بسيادة المزعومة للمغرب على أراضي الصحراء الغربية يعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية بيان للخارجية الجزائرية أكد أن هذا الفعل الصادر عن سلطة احتلال لها سجل أسود في خرق القوانين الدولية يعد حلقة جديدة في سياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها الاحتلال المغربي أخذت الجزائر علماً بإعلان السلطات المغربية اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بالسيادة المزعومة للمغرب على أراضي الصحراء الغربية ويعتبر هذا الفعل الصادر عن سلطة احتلال لها سجل أسود في خرق القوانين الدولية وقرار الشرعية الدولية حلقة جديدة في سلسلة المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها الاحتلال المغربي بيان الخارجية الجزائرية أضاف أن هذا القرار يؤكد تناسق سياسات المحتلين والدوسة على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره إن هذا القرار الذي يعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية يؤكد بما لا يدع مجاناً للشك تناسق سياسات المحتلين وطواطؤهم المشترك في خرق القوانين الدولية والدوس على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وللشعب الصحراوي في تقرير مصيره كاملاً غير مبتورة الخارجية الجزائرية أكدت أن الخطوة سفقة مفضوحة لا يمكنها المساس بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره إن هذه الخطوة التي لا تعدو إلا أن تكون صفقة مفضوحة لا يمكنها بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية ولا المساس بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا السقوط بالتقادم في تقرير مصيره طبقاً لقرارات مجلس الأمن ولوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أثار تمزيق نسخة من القرآن الكريم أمام مبنى صفارة بغداد لدى ستوك هولم تنديداً عربياً وإسلامياً واسعاً فيما أصفرت الحادثة عن خلق أزمات ديبلوماسية مع السويد ودانت منظمة تعاون الإسلامي تدنس نسخة من المصحف الشريف أمام الصفارة العراقية بستوك هولم الأمين العام لمنظمة تعاون الإسلامي حسين إبراهيم طاها وصف الحادثة بالعمل الاستفزازي معرباً عن خيبة أمله العميقة من استمرار السلطات السويدية في إصدار التصريح على الرغم من العواقب المروعة لعملية تدنيس الحقيرة وفق تعبيره من جهته استنكر مجلس التعاون الخليجي استمرار الاستفزازات لمشاعر المسلمين وتدنيس نسخة أخرى من المصحف الشريف في العاصمة السويدية سوك هولم الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي وصف الفعل بالمشين وغير المقبول والمستفز لمشاعر المسلمين في العالم برمته مؤكداً أن هذه الأفعال الشنيعة والتحريضية والمنافية لمبادئ التسامح وحرية الأديان تدل على الحقد والكراهية والتطرف البديوي دعى السلطات السويدية إلى تحرك فوري وجاد لوقف هذه التصرفات ومحاسبة المتطرفين من جهتها أعلنت وزارة الخارجية السعودية الخميس استدعاء القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة بيان للخارجية السعودية ذكر أن الرياض سلمت الدبلوماسي السويدي مذكرة احتجاج على خلفية حادثة تمزيق نسخة من القرآن في سوك هولم تطالب فيها المملكة سلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف الأعمال المشينة المخالفة لتعاليم الدينية كافة والقوانين والأعراف الدولية بدوره أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن تضامنه مع المسلمين في جميع أنحاء العالم رافضان الانتهاكات المتكررة التي تطال القرآن الكريم لا سيما في سويد وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دو جاريك دعم جوتيريش الكامل لقرار مجلس حقوق الإنسان المقترح بشأن مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف وفق تعبير نص البيان الأمين العام يدين ممارسات التعصب والعنف وكراهية الإسلام التي تفقم التوترات وتساهم في التمييز وتطرف الأمين العام يدعم بشكل كامل قرار مجلس حقوق الإنسان المقترح بشأن مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف في شأن آخر وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المؤسسات الدولية بغير العادلة والتي عفى عنها الزمن دعيا إلى إصلاح جذري لأدائها وخلال اجتماع للجمعية العامة بمناسبة اليوم العالمين لسون مانديلا أكد جوتيريش أن الحاجة إلى سد الفجوة العالمية في مجال العدالة أصبحت أكثر الحاحا من أي وقت مضى نظامنا المالي غير العادل الذي عفى عنه الزمن لا يؤدي وظيفته كشبكة آمان عالمية علينا أن ندرك أن هناك ظلما في قلب هذا النظام وظلما متجذرا في الاستعمار مجلس الأمن الدولي ونظام بريتون ووتس ومنظمات دولية أخرى التعكس عالم عام الف وتسعمائة وخمسة واربعين عندما كانت العديد من الدول الإفريقية لا تزال جزءا من الإمبراطوريات الأوروبية في نهاية المطاف نحتاج إلى إصلاح جذري لمؤسساتنا الدولية هذا ودعا جوتريش الخميس إلى التفكير في مستقبل عمليات حفظ السلام مشددا على أوجه قصورها في عالم متشردم على نحو متزايد ويشهد نزاعات متفاقمة لا يمكن أن تنجح عمليات حفظ السلام عندما لا يكون هناك سلام للحفاظ عليه ولا يمكنها تحقيق أهدافها دون تفويضات واضحة وواقعية وذات أولوية من مجلس الأمن تتمحور حول الحلول السياسية يدعو موجز سياسات إلى تفكير جاد وواسع النطاق في مستقبل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بهدف التحرك نحو نماذج ذكية وقابلة للتكيف مع استراتيجية إنهاء مناسبة يدعو موجز سياسات دول الأعضاء إلى الاعتراف بهذه الحاجة ويحث مجلس الأمن على تفويض إجراءات إنفاذ السلام من قبل المنظمة الإقليمية ودون الإقليمية في روسيا انخفض الدين الخارجي في الربع الأول من السنة الجارية إلى أدنى مستوى في تاريخ البلاد وأظهرت بيانات البنك المركزي الروسي تراجع مستوى دين روسيا الخارجية إلى 15% من إجمالي حجم نتيجها المحلية في الربع الأول من هذا العام ما يمثل نحو 26 مليار دولار منذ بداية السنة الجارية من أصل 354 مليار دولار في الفاتح أفريل الماضي أعلنت الرئاسة الفرنسية الخميس عن إجراء تعديل وزاري شامل ثمانية وزراء مع استثناء القطاعات السيادية بيان عن الإليزي أوضح عن أن التعديل الذي أبقى على إليزابيت بيرن على رأس الحكومة مسى وزراء الصحة والتضامن والموازنة العامة والسكن والتربية والتنوع البيولوجي والمساواة نبقى في فرنسا حيث دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الفرنسية إلى إصلاح قواعد الشرطة المتعلقة باستخدام الأسلحة النارية والقوة المميتة ومحاربة ما أسمته التمييز العنصري الممنهج في تطبيق القانون وتحدثت العفو الدولية عن مناخ الإفلات من العقاب على بعض الجرائم الخطيرة في فرنسا جاء ذلك عقب حظر عدد من المظاهرات التي احتجت على عنف الشرطة بعد مقتل الفتى نائل على يد الشرطة في السابع والعشرين جوانا الماضي تمكنت الشرطة الإيطالية من ضبط أكثر من خمسة أطنان من الكوكايين خلال عملية في البحر المتوسط وقدرت الشرطة المالية الإيطالية القيمة السوقية للشحنة بحوالي ثمانمائة وخمسين مليون يورو وأعلنت عن اعتقال خمسة أشخاص خلال عملية واسعة نطاق قبل تساحل الجنوبي الغربي لسقلية انتهت النشرة لمزيد من التفاصيل زوروا منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا وتواصلوا معنا عبر الموقع الإلكتروني للقناة إلى اللقاء اشتركوا في القناة